وقصدت قوة الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة وأفد العقيد المالكي بأن الصاروخ كان باتجاه العاصمة الرياضة تم إطلاقه بطريقة عشوائية عبثية لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان وتم اعتراضه ولله الحل من قبل سرايا الباتريوت جنوب مدينة الرياض وأدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشضايا دون أي أضرار أو خسائر في الأرواح وقال المالكي إن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية الإيرانية المسلحة يثبت استمرار تورد دعم النظام الإيراني للجماعات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدي واضح وصريح لخرق القرار الأممي 22-16 والقرار 22-31 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان مخالف للقانون الدولي الإنساني ودع العقيد المالكي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية وفعالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة بنقل الأسلحة الباليستية للجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدي لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي هذا وقد دانت عدد من